لا رحلات للشركة الفرنسية إغلاجير بعد 27 سبتمبر المقبل بعدما قرر القضاء التجاري الفرنسي تصفية الشركة القضاء التجاري بإثري الفرنسية أصدر اليوم قرارا يقضي بتصفية شركة الطيران إغلاجير والتي وصلت ديونها إلى قرابة 150 مليون أورو القضاء الفرنسي اعتبر العروض المقدمة لشراء الشركة غير كافية ووضع شروط من أجل عروض أخرى وفي سياق ذاته طالب بتحسين العروض التي حدد لها الساعة السفر من يوم الأربع المقبل لتسلمها ويتم الفصل فيها يوم الثالث والعشرون سبتمبر المقبل هذا وقد تم وضع شركة الطيران إغلاجير تحت الرقابة القضائية منذ الثاني من سبتمبر الماضي بسبب تأزم وضعيتها المالية التي لم تستطع حتى تزديد التزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم 1150 من بينهم 800 بفرنسا و350 بالجزائر في المقابل يعمل قضاء على المحافظة على مناصب الشغل كأولوية هذا وكانت الشركة قد نقلت العام الفارض حوالي 1.8 مليون مسافر وتعتبر وجهتها الرئيسية الجزائر تاليها لبنان ثم البرتغال فروسيا ومالي ترجمة نانسي قنقر